مالوين عاشوري السائل الكبير حول كيفاش البلدان المتقدمة المسؤولة على الوضع هذا باش تعاوذ للبلدان المتضرة منه في الاثناء في تونس المشاغل والمظاهر المرتبطة بالصيف أبسط ببرشة من الاعتبارات هذه مشاكل المواطن في تونس مربوطة بالماء والضو والخبز في عديد من الجهات من البلاد التونسية يقص الضو بجرة الاستهلاك الكبير فبالتالي فما مضخات متاع ماء صالح للشراب معاش تخدموا يتقص الماء كيف يتقص الماء والضو والكوشة مثلا معاش تخدم فبالتالي معاش فما خبز المشكلة أن ماناش نحكيه على انقطاع متاع بعض السويعات ومبعض يرجع نحكيه على انقطاعات الدوم حتى أكثر من عشرة واثناشن ساعة يعني مثلا كل فرجيدير متاع العطار والسلعة الموجودة فيه مشات على روحها وبتبع انقطاع الضو والماء بالطريقة هذه واللي عنده أثر على الحياة الاقتصادية متاع المكان المعني على كل حال رئيس الجمهورية كان عطا تعليماته لبيديجيه متاع الستيغ والسناد ونبههم أنه فما شكون يحبي أجج الوضع الاجتماعي بقصان الماء والضو والخبز والسكر والزيت والدواء لكن في الأثناء احتياجات المواطن تونسي اليوم شبهة باحتياجات أي لاجئ في العالم ورجعنا لحويش في بالنا فتناهم من السبعينات وصلنا لدرجة أنه في جرسة عمل الوزرية حول ملف تزويد البلاد بالحبوب ومشتقاتها يحضر زوز ممثلين عند البنك الدولي أما المهم هو السيادة الوطنية العابرة للقارات والمهم هو لغة يمعذبها ربي عادي السيف على خير لأن درجات الحرارة ما زالت في ارتفاع للأسف عدة مناطق في تونس فيها انقطاع للماء والضو نقص في الخبز زيادة على عدة مظاهر أخرى من هالتلوث اللي في كل الأماكن اليوم نلاحظه كونه موضوع تنظيف البلاد ولا حاجة ثانوية جدا منعرش كيفيش بلاد سياحية كيما تونس يظهر لي نتعاركو وحنا ودولة شقيقة على مرتبة أوسخ دولة في حوض البحر الأبيض المتوسط يظهر لي منعرش هذوم المشاكل إذا كان فهمشكون فعليا في الدولة قاعد يفكر فيهم ما نعرش أنتو كان فهمش كون قاعد يفكر فيهم النتيجة ضحلة النتيجة ما فهمش حضر الراو في مظاهر يعني اللي بالحق معنات هذي يمسوا الكرامة الإنسانية ونتفكر ما نتفكرش لأني ما عشتهيش لكن قرينا برشة على المسائلة ذيها الجيل أول جيل بعد الاستقلال كان الهم متاحها هو المسائل اللي نحكيه فهه اليوم هو أنه يكون فهمة وكون فهمة ضوة وعملنا براجات وكون فهمة تربية وكون فهمة سبتار وكون فهمة المكتب يكون أكسيسيبول للناس الخل وأنه نعملو ويجا نخمو ونشوفو منظومة تمكن من تونسي باش بأقل الأسوام على الأقل يكون عندو مواد أساسية آآ مايموتش بالشر لاتنا نشوفو كيفاش نداويوه بهاي كيفاش نعملو باش الدواء مايجيهش غالي برشة تره هاي نستمتو الصيدلية المركزية آآ ونحن ماشي المشاكل اللي نحن قاعدين بصددها اليوم آآ فاتوها جدودنا بعد الاستقلال نجمو نحكيه على آآ آآ سبل البقاء اليوم بالنسبة للمواطنة تونسي كيفاش ينجم يحافظ على آآ حياته منابي هو نفسه مطلوب منه يكون في آآ مستوى اللحظة التاريخية وينخرط في المسار الانتخابي شكرا لك مروين عشوري بعد شوية ضيفنا آآ عن المنتدى تونسي الحقوق الاقتصادية والاجتماعية رمضان بن عمر ضيف الانتغفير